أشاد مجلس الصحة الخليجية عبر حساباته رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أشاد من جهود وتغطية النظام الصحي الوطني المتميز في التطعيمات ومن ضمن جهود الصحة البحرينية في مجال التطعيم التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة في عام 2019 كما بلغت نسبة تغطية التطعيمات الروتينية للأطفال بالإضافة إلى فئات أخرى من المجتمع 97% وأضاف المجلس أنه منذ عام 1981 والبحرين خالية من الملاريا حسب إعلان منظمات الصحة العالمية لافتاً لأن البحرين تشارك في وضع خطة العمل الإقليمية لمكافحة الملاريا بين عامي 2021 إلى 2021 ترجمة نانسي قنقر